فجئنا في مارس بأن بيجينا الجواب أنت عندك عينة أغسطس غير نماطية تعال فسار لي هيا ليه غير نماطية فطبعا لا لعيب عنده قدرة أنه يفصل طبيا ليه عينة غير نماطية ولا إحنا كقانونين يعني إحنا محتاجين حد يكون متخصص في الموضوع فرحنا عدنا مع المنظمة مع الممثلين المنظمة اللي هو الادعاء وشرحنا لهم أوقفنا وفي الآخر الموضوع بعثنا لهم طبعا مذكرة ومذكرة شاريحها وبتكلم عن لوائح وبعدين من يوم 9 إبريل كانت المذكرة دي رحت لها من يوم 9 إبريل لغاية يوم 28 مايو تقريبا ما فيش يعني ماسمعناش حاجة خالص من المنظمة بعد 29 مايو فجئنا بقرار بخطاب رسمي جائلنا بإيقاف رمضان أربع سنوات وحقه بقى في أنه ممكن يعترض على القرار أو الاختيارات اللي هم بيدوها عمتلا الاختيارات اللي بيدوها في الآخر تعترض على القرار أو تطلب أن أنت مثلا تعقد لجنة استماع فقط لرفع الإقاف أو لجنة استماع جالة لمناقشة الموضوع طيب هقف الحتة دي الأمور دي بتبقى سرية؟ المفوط تبقى سرية طبعا لغاية لما يوزبت لما فوجئت بالإعلان عنها حتى يعني كان رئيس الاتحاد أول واحد يمكن أعلن يعني هل ده كان بتشوفه إزاي في التدرج بتاع الموقف بتاع قضية رمضان نفسه يعني هو طبعا إحنا حاليا بنبحث موضوع إذا كان رمضان مقتدى من التعويض من أي حد في الفترة اللي فاتت كان يعني سبب في التشهير بيه أو في الإضرار من كونتوس أستاذ تاخدوا الإجراءات بنبحث مدى يعني بنبحث موقفنا القانوني أولا بنبحث التصريحات بنشوفها دي نهاردة وبنتفرج عليها وبنسمحها مرة واثنين وثلاثة لأن احنا فترة فيها كنا نمركزين جدا في موضوع لجنة استماع وفي موضوع برأة رمضان من التهم المنسوبة أنا هروح لها ونشوف يعني تقال إيه بس نقطة مهمة لحدك بتتكلم فيها فإحنا حاليا بنبحث الموقف القانوني وبنبحث التصريحات اللي تقالت كلها وبنشوف إذا كانت لينا مقتدى من التعويض أكيد إحنا طبعا وده يتوقف على رمضان يعني فيه اعتبرات كتير جدا في الموضوع ده فيه اعتبرات جمهنية وفيه اعتبرات إنسانية فاللو رمضان إذا رمضان طبعا وهي دي رغبته الحقيقة يعني حتى الآن لأن احنا لسه موضوع يعني فأقول هقف الحتة دي برد بتبحث يعني التصريحات هيكون خاصة بإعلامين يعني ولا خاصة برئيس الاتحاد اللي تلعي أتكلم ولا المنظمة نفسها اللي يمكن أخذت إجراءات ووقفت اللاعب يعني عايز أفهم بردو النقطة دي يعني احنا عامة بنبحث في كل الاتجاهات ولكن طبعا بالنسبة لنا المنظمة هي زي ما قلت حالتك تخص مش هريف في الدعوة هي بس العين توقف 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 فترة ده حقها لما تشك في إن فيه لعيب ممكن يكون إن هو أو أي لعيب يعني بتكلم على رمضان كموكيل يعني بتكلم على أي رياضي تمام لما المنظمة بتشك في إن هو ممكن يكون حتى مش بس عن قصد عن كل تعلم بياخد حاجة أو بيتعاطى حاجة ممكن تؤثر على شكل رياضي عامة في مصر حقا أنها تتدخل وتاخد إجراءاتها وده حاجة إحنا لازم كلنا ننتسر إليها لأن دي مصطحة رياضي عامة بعدين كمان الوادة نفسها منظمة دولية لمكافحة المنشطات هي مش يعني إحنا مش بعيدة عنها هي شايفة كل اللي بيتم وهي كوبيد أو بيوصلها صورة ضوئية من جميع المرسلات اللي بتتم بين المنظمات الوطنية على مستوى العالم وما بين وما بين الله